لأن عدد إذن كانت تترك أولاد كلهم فأصباروا وتتجوزهم وبأطوى ويسيبوا في بنت ضعيفة وأوصى أن يحكز لها من مالي ما يجهدها أو يجوزها بي أو كذا لأنه على المراسل المراسل ضعيف لا ما يرى الصحاد بشيء النبي عليه السلام قال اتقو الله واعدنوا بين أولادك ولم يعدن في تخصير حد بشيء الحاصل أنه لا يوصي لا لبنت ولا لعيد لو كان عنده أولاد كبار ما تزوجوا ولا هم مضائف وعنده أولاد صغار لا يفصلون بشيء يزقهم على الله جل وعلا الله لي يرجعهم سبحانه وتعالى المراسل بين الجميع بين القوي الغريب يملك الملايين وبين القاصر الضعيف على حد سوى كما قسم الله بينهم ولا يجود أن يفصل الضعيف منهم بشيء هذا هو الصواب من أقوال العلماء يقولون بإذن الله اتقوا الله واعدنوا بين أولادك